والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين لا على قصد التشبيه وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل وكأن يقول لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله أو لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء أو لو كان فلان نبي ما آمنت به أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع مريدني الاستخفاف بحكم الشرع أو قال لعنة الله على كل عالم مريدني الاستغراق الشامل فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة تدل على أنه ما أراد الشمول كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين فقال لعنة الله على كل عالم فيحمل كلامه على كل عالم يكون من هذا الصنف فلا يكفر وأما إذا قال هذه الكلمة لعنة الله على كل عالم من غير سبق قرينة ما فإنه يكفر والقصد وحده بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله أو قال وقد ملأ وعاءا وكأسا دهاقا أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك أو لشريف أنا عدوك وعدو جدك مريدني النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهما الله أشياء كثيرة فينبغي للطلاع عليها فإن من لم يعرف الشر يقع فيه ترجمة نانسي قنقر